نادي الأهلي يمكن خلاص الأربع فرق تم تحديدهم اللي هيصعدوا الدور النهائي الأهل الزمالك تلاقي الجيش وسبورتينج الأربع فرق دور هيروحوا بعد كده على الدور النهائي هلعبوا رايح جاي يعني هلعبوا كل فريق هلعب ست مباريات النص نقطة يمكن أنتم مش شايفينها كتير أو ما تفريش ولكن في تعادل في حالة تعادل الفريقين في عدد مباريات في الدور اللي بعد كده النص نقطة بتفريق والحقيقة يمكن النادي الأهلي النهاردة عنده مجموعة من الغيابات عنده عمر كستلو عنده عبد الرحمن فيصل وعمر سامي الغيابات دي الحقيقة إن شاء الله الفريق يقدر يعود هذه الغيابات بسكواد قوي النهاردة كابت انطري محروس هيحاول يعمل روتيشن بين اللعيبة وأكيد في الستوديو التحليلي هنقول لحضراتكم كل التفاصيل عن المباراة ويكون معنا مرسلنا أكيد أو مرسلنا من أرض الملعب هنقول لحضراتكم كل الكواليس واستعدادات الفرقة وإن شاء الله نجيب لحضراتكم دائما أبدا زي ما عودناكم كل ما هو جديد خلينا نروح برضو إن شاء الله عندنا مباراة كرة القدم بكرة لأهلي وصنداونز الساعة التاسعة تمام الساعة التاسعة في استاد القاهرة كل التوفيق للنادي الأهلي يمكن النهاردة وبكرة عندنا أحداث كتيرة يمكن نهاردة زي ما قلت لحضراتكم مباراة كرة اليد بكرة إن شاء الله مباراة كرة القدم أحداث مهمة داخل النادي الأهلي نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلينا أقول لحضراتكم نظام الدور العام السنادي للمحترفين لكواة اليد كان في البداية 18 فريق تم صعود منهم 6 فرق لعبهم من دول واحدة 18 فريق الحقيقة بعد كده تم تصعيد أول 6 بعد كده لعبه الستة رايح جاي وبعد كده تم تصعيد أربع يلعبه النهايات الأربع يلعبه رايح جاي يعني أصدق لكم الموسم كان طويل جدا النادي الأهلي بيعتمد في فكره على الناشئين وبناء فريق جديد استطاع النادي الأهلي أنه يحصد مع بناء هذا الفريق بطلطين بطلط أبطال الكؤوس وبطلط كأس مصر العام الماضي يعني بيبقى الموضوع صعب وانت بتبني فريق ان انت تحصد البطلات ولكن ده حصل المعادلة الصعبة دي حصلت مع النادي الأهلي وزي ما حدقكم شايفين تدريب النادي الأهلي منذ قليل على ستادي التيتش طبعا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا دي آخر مباراة أو آخر تدريبة قبل مباراة بكرة الأهلي وسنداونز إن شاء الله لبارك للفريق بكرة وكما عودونا هيفرحونا إن شاء الله الرجالة دي المباراة منذ قليل انتهت زي ما حدقكم شايفين التركيز بين على الفريق الأمور يعني إن شاء الله ماشي بشكل جيد مؤتمر صحفي بيجري الآن حول المباراة ونحاول نجيب لحضراتكم بعد قليل ونحاول نجيب لحضراتكم من المؤتمر الصحفي لمستر مسماني ما هو جديد كلامه عن المباراة خاصة إن طبعا المباراة بكرة مباراة اعتبر يعني على قمة المجموعة أو أكوى فريقين في المجموعة نتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي زي ما حدقكم شايفين كان الاستعدادات إن جو النهاردة كان شاكل ما جيد بالزبط ده زي ما حدقكم شايفين دي طبعا صنايات وسلسيات ومنذ قليل اللقطات دي يعني مش من بعيد فإن شاء الله كل التوفيق كل التركيز اللعيبة مركزة إن شاء الله بكرة يتعد المباراة بسلام ونفوز وناخد التلات نقاط هتفرق معنا جدا في مشوار دوري المجموعات بطولة أفريقيا زي ما حضراتكم شايفين طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين فريق ده هو يعني وصل من الخبرة الحمد لله إنه يقدر يتعامل مع المباراة دي بشكل جيد يعني يمكن النادي الأهلي راجع من بطولة العالم شايفين الحوارات يعني مع أفشة طبعا نجم الفريق كابت المسلماني يوقفي يعني بيتحدث معه وبيتكلمه مع بعض يعني اللي عايز أقوله إن الفريق ده أصبح عنده من الخبرات اللي يقدر يتعامل مع المباراة المهمة بهذا الشكل وخلي بالحضراتكم إنه يعني الفرقة دي برضو راجع من بطولة العالم برونزية العالم أكيد طبعا كان فيه غيابات الغيابات رجعت بشكل كبير فالفريق بقى أفضل فنيا من يعني ما كان عليه في بطولة العالم ولكن يبقى التوفيق عارفين حضراتكم مباراة دي بتخلص يعني بنص هجمة زي ما بيقول فيبقى التوفيق للنادي الأهلي بكرة وبعد قليل زي ما قلنا لحضراتكم يكون فيه المؤتمر الصحفي اللي هيشارك فيه مستر مسماني اللي بيبقى طبعا بيسبق أي مباراة هنقول لحضراتكم وهنزع لكم أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع بقى للحدث النهاردة والحدث اللي عندنا النهاردة واللي احنا بنغطي وهو مباراة كرة اليد قمة كرة اليد ستقام على مجمع الدكتور حسن مصطفى في تمام الساعة السادسة ان شاء الله لننها لحضراتكم على الهواء مباشرة وبنحاول ان شاء الله مع مرسلنا نجيب لكم كل يعني ما هو جديد والاستعدادات والإصابات وآخر لقطة والتشكيل لكل الفرقين ولكن خليط على فاصل عشان استقبل ضيوفي ضيوف الاستوديو التحليلي على الكابتن يحيا يوسف والكابتن محمد عبدالله لنتناول المباراة من كل جوانبها فنيا وتحلييا ولكن بعد الفاصل